في ظل ثلاث إدارات أمريكية وخلال نحو عقدين من الزمن مر الوجود العسكري الأمريكي في العراق بمحطات عدة في عام 2003 طلقت أولى صافرات الإنذار للغزو الأمريكي وتبعه نشر عشرات الألاف من الجنود الأمريكيين في صاحة العراقية عام 2008 وقعت إدارة جورج بوشل إبن اتفاقية مع العراق أطلق عليها اتفاقية لطار الاستراتيجي تتيح إبقاء وجود عسكري أمريكي حتى عام 2011 لكن استراتيجية الرئيس الأمريكي الديمقراطية اللاحق باراك أوباما كانت تعارض التمديد للوجود الأمريكي في العراق في نهاية 2011 انصحبت آخر الوحدات المقاتلة في صفوف القوات الأمريكية مع بقاء عدد من المستشارين العسكريين عام 2014 تغيرت الأولويات مجددا بعد ظهور تنظيم داعش فأعطى أوباما الإذن بشن عمليات ضد هذا التنظيم وهو ما أطلق عليه التحالف الدولي ضد داعش حين وصل دونالد ترامب إلى سدة الحكم انتقد سلفه أوباما معتبرا أن داعش تسلل من الفجوة التي تركتها واشنطن وأعلن ترامب بقاء القوات الأمريكية بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحجد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية في يناير من العام الماضي خرجت أصوات عراقية تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي وصوت البرلمان على قرار بهذا الشأن وبعد أول حوار استراتيجي بين الجانبين في ظل إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت واشنطن أنها ستصحب ما تبقى من قواتها القتالية المنتشرة في العراق لمحاربة داعش بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر لكن الإدارة الأمريكية قالت أنها ستستمر في تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة